بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة وقول حلقات برنامجنا وبرنامجكم العيادة برنامجنا من أرض الخير برنامجنا من أرض مصر مهد الحضارات ومهد العلوم برنامجنا من أرض الكنانة اللي طلعت علماء وأطباء أناروا لعالم كله بعلمهم اللي نشرت الخير في ربوع المعمورة برنامجنا موجه لكل أبناء الشعب المصري لكل أبناء الوطن الكادح لكل الناس اللي مستنية خدمة طبية ومتميزة الناس اللي تعبت وشئت ومن حقها ترتاح وتلاقي خدمة طبية وميزة ليها والأسرها النهاردة برنامجنا هيتكلم عن أمراض منتشرة وسط أبناء الشعب المصري هيكون معانا في الفقرة الأولى المميز والدكتور الشاطر الدكتور أحمد يسري أخصاء العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي ومدير مركز خطوات للعلاج الطبيعي الدكتور أحمد يسري هيكلمنا وهيتناقش معانا عن أمراض كتيرة بتهم الشعب المصري وبتهم أطفال الشعب المصري ومن الناس اللي متميزة جدا والشاطرة في المجال ده ازاك يا دكتور أحمد منورني ومنور أولا حلقات برنامجنا طبعا في البداية أنا ببرك لحظك على البرنامج وفخور جدا أننا احنا أول ضيف هكون معاك بإذن الله ونتمنى إن شاء الله نعرف نفيد الناس بإذن الله النهاردة من أطفال الشال الدماغي سواء مصر أخضر مصر إن شاء الله أحمد بإذن الله أمكن هلنهاردة هنتكلم في موضوع الشال الدماغي ده موضوع مهم جدا 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 واللي بيفرق معايا فيه الأمهات تمام اللي عندهم أطفال حصل لهم إعاقات زي الشال الدماغي من الإعاقات الصعبة جدا تمام وبيعانوا فهنا عوزين بقى نقدم لهم الحل النهاردة فالأول قبل ما نتكلم عوزين نعرف إيه هو الشال الدماغي أو تعريف الشال الدماغي تمام أنا النهاردة هحاول أتكلم كلام مش علمي خالص هنتكلم كلام مبسط جدا تمام بحيث إن كل وليه أمر عنده طفل شال الدماغي لازم يكون فاهم ابنه إيه اللي حصله إيه اللي بيحصله ممكن يوصل لغاية تين بالضبط أول حقيقة كلمة شال الدماغي ده مصطلح عام يطلق عليه سريبرال بولسي كلمة سريبرال معناها مخ أو مخي بولسي حركة هو عبارة عن دمور في خلايا المخ بيأثر على الحركة طيب إيه بقى وميزاته أول حاجة إن هو غير معدي يعني غير معدي يعني ما فيش حاجة اسمها طفل عنده شال دماغي تعادة منطفة عن شال دماغي تاني حاجة إن هو الكورس بتاع أو حدوث الإصابة ما عندهاش بوكريشن يعني نقدر نقول إن شال الدماغي ده تعب أو مرض بيحصل في المخ وهو موجود في خلايا المخ خلايا المخ وهو موجود والأم حامل فيه ولما بيخرج الطفل وهو عنده مشاكل أو بيخرج الطفل وهو عنده مرض ده ما بيكونش مرض معدي أو مرض هيئذي حد غير ولا ده هو حاجة منطبطة بيه طيب أنا في حاجة هسألك عليها برضو هو الشال الدماغي بيحصل في حالة الولادة بس ولا بعد الولادة ولا قبل الولادة أول حاجة معظم الحدود أصباب الشال الدماغي بتكون أسناء الولادة ما يعرف بين ناصر الكورسجين أسناء الولادة ولولا هيبوكسيا فيه بس ده معظم الحالات يعني حوالي 80% من الأطفال الشال الدماغي بيكون بسبب ناصر الكورسجين فيه بعض الأطفال بيكون عندهم أبوبات جينية برضو بيكون عندهم متأخر الفكرة بين الشال الدماغي ما بيكونش عبارة عن ضمور بس في خلال موقع لا ده بيكون معاه حاجات تانية يليها علاقة بالشال بمعنى يعني ممكن نقول الطرابات غلط الطرابات حركية وفيه الطرابات خاصة في الكلام فيه الطرابات خاصة في الإدراك فيه الطرابات خاصة في الإحساس فيه حاجات بيكون عندهم مشاكل في صموات التعلم حاجات ده كلها بيكون علاقات مجموعة مع بعض هو إذا ما حدك هو مش حاجة مش مرض هو عبارة عن مجموعة من السمتوم الصين يعني ممكن نقدر نسميه متلازمة متلازمة أمراض معا هو عبارة عن مجموعة صفات تتجمع مع بعض فيه كلها مصطلح عام شال الدماغ تمام طيب إحنا يمكن إحنا الوقت ممكن الناس تاخدنا وتقولنا طيب إحنا عرفنا متلازمة أمراض بتحصل في الشال الدماغي طيب الطفل ده كل الأطفال شكل بعضهم أو كل الشال الدماغي اللي هو أنواع مثلا ممكن نميزها عن بعضها بقى الشلال الدماغي دي إيه اللي احنا ممكن نعرفها ونستفيد منها بداية ما فيش حاجة اسمها طفل شلال دماغي نفس الصفات اللي عنده بتكون في الطفل التاني حتى لو كان توقم يعني في بعض الحين كتير جدا بيكون التوقم التونث لديهم شلال دماغي ده بيكون ليه صفات وده بيكون ليه صفات أهم حاجة عندنا في إقسام الشلال الدماغي إن إحنا عندنا أهم حاجة الشند في أقفال حوالي سابعين فمما أقفال الشالة الدماغية بيكون عندهم الشد فيه نوع تاني بيكون عندهم ارتخاء اللي هو اسمه هيبوتونيا فيه نوع التالت اللي هو بيكون عبارة ديسكا نازل حركات لاقراه دية فيه نوع الرابع اللي هو الميكسي الطيب بين التلاك يعني أنواع الشالة الدماغية نظر نقسمها Spastic اللي هو شد بماست اللي هو ارتخاء استونيا وفيه عنده الميكسي الطيب يمكن أنت أتكلمت دلوقتي عن الشد طيب احنا عاوزين بقى نعرف او شرح لنا باستفاضة بقى الشد بقى ايه تعريفه وانواعه واسبابه تمام الشد ده عبارة عن انقباض في العضلة بيعوق الحركة تمام ايه بقى اسبابه اسبابه ان الاعصاب ده بيكون ما عندهاش قدرة على الحمض بروتيني اسمه جامع منه بوتونيك ده ما بيكونش عندها قدرة ان هي تشيل حمض ده تمام والاشارات المخية اللي جاي للعضلة بتكون جاي عندها بزيادة تمام طب احنا احسن تأهيل عندنا في المجموعة العادات بنحب نأهل الشد ليه لان احنا بنستخدم القوة العضلية للشد في تأهيل الطفل لانه تساعدنا ان هو يقعد ان هو يتحرك ان هو يتحرك طب انا انا هسأل سؤال يعني الشد ده يعتبر من اكتر او انا منتشرة ولا هما كلهم بالتساوي على اربع انواع بالتساوي ولا الشد ده اكتر انهم منتشرة بيكون عندهم شد تقريبا تلت اربع او تلتين الاطفال عندهم شد مظبوط افراد فده بيخليك احنا هناخد بقى حاجة تانية انت دلوقتي بتتكلم ان الطفل بيعاني من الشد بسبب ان حمض جومة الخلايا مش قادرة تشيله طيب احنا عاوزين والتشارات الخارجة من المخت العضلات بتكون بالزيادة طيب هل الاطفال اللي عندهم سباستيك او الشد بتاع الشيال الدماغي الاطفال دول بيكونوا برضه مقسمين لانواع او اللي هو يعني بيعانهم من نفس الحاجة ده سؤال مهم جدا الشد بيتقسم في اطفال بيكون عندهم الشد في ايد ورجل بنسميه هيمبلجيك تمام في اطفال بيكون عندهم الشد في رجليهم ده بنسميه ضيبلجيك يعني مش هنقدر نسميه ان التأسيمة بتاعتنا هتاخدنا لاجزاء تانية اجزاء تانية من جوه الشد تمام والأحيمبلجيا والبورابلجيا والضيابلجيا وفي اطفال بيكون عندهم رباعي يطلق عليه كوادر بلجيا يبقى الشد عنده في ايديه ورجل اثنين تمام احنا مستفدين كتير دكتور احمد من الكلام الجميل ده والله طيب الاطفال عندهم شهيل دماغي احنا دمت كلام في الاول اللي قلنا دي متلازمة امراض مجموعة من الاعراض بتجمع مع بعض تودينا في الاخر الشد 3 دماغي طيب المتلازمة دي يا دكتور احمد ممكن نعرف ايه المشاكل اللي ممكن تحصل نتيجة المتلازمة اللي هي الشهيل الدماغي تمام وبرضو احنا مش عاوزين نهمل 3 انواع التانية اللي احنا ما تكلمناش عنهم باستفادة بحيث ان احنا نعرف لما يكون حد عنده طفل مصاب بأي نوع من الانواع دي ايه المشاكل المشتركة والمشاكل اللي مش مشتركة بين الاربع انواع تمام بداية في معلومة لازم اتكلم فيها هو انا امتى اعرف ان ابن عنده مشكلة ده سؤال مهم جدا او ده ده حاجة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها احنا عندنا الطفل الطبيعي لازم يتحكم في رأسه او في دماغه بمعنى صح عن 3 شهور لو الطفل او ابنك او بنتك مكانش عندها تحكم في الرأس خيال 3 شهور انا فورا لازم اتجه لدكتور مخو اعصاب يبقى اكيد في مشكلة ممكن ناخد معانا كمان شهر كمان احنا زي رينجي كده فبالتالي لا بيكون في مشكلة لازم ناخد بالنا منها تحكم يعني نقوى تقيلة مثلا ولا ما فيش كنترول اصلا لازم يكون عنده كنترول كامل هو يلف دماغه في كل تجاهات يعمل كل الحركات الخاصة بالدماغ مزبوط تمام طيب احنا ممكن نعرف ايه المشاكل اللي بتكون متصلة مع اطفال الشهال الدماغي تمام المشاكل اللي بيكون عندنا اول حاجة اكبر حاجة عندنا مشكلة حركية تمام اي طفل عنده شهال دماغي بيكون عنده مشكلة حركية بسبب اول حاجة اما ضعف عضلة او شد عضلة بالتالي الاشارات العصبية اللي طالعن من مخ العضلات بتكون اما بزيادة او تكون الايلة فبالتالي الطفل ده ما عندوش قوة عضلية مناسبة وما عندوش اتزان سواء كانت تزان ثابت او تزان متحرك ان هو يتحرك تمام بالتالي بيكون عندو مشكلة تاني مشكلة بيكون عندو مشاكل في الكلام اللي هو بيحتاج تخاطب تمام معظم حاجة للشهال الدماغي بيكون محتاجين يعني نقدر نقول ان هو بيضرب مراكز المخ الخاصة بوظيف معنا في الجسم بص يا فندم المخ ده يا فندم عبارة عن مناطق تمام كل منطقة مسؤولة عن حركة مسؤولة عن وظيفة تمام يعني مثلا نضرب مثال المنطقة المسؤولة عن الكلام منطقة اسمها بروكس اريا منطقة رقم 44 تمام ده لو حصل فيها ضمور بالتالي الطفل مش هتكلم بيكون او عندو مشاكل في الكلام تمام ممكن تصل ان هو يفقد الكلام ولا عندو مشاكل بس هو ده يا فندم بيتوقف على نوع الاصابة تمام مدة الاصابة تأثيرها على الطفل يعني طفل دخل حصل له ناصر توجدين مثلا ديئتين اكيد مزاي طفل حصل عنده ساعة طفل دخل حضانة يوم غير دخل شهر تختلف على نوع الاصابة وقوة الاصابة ومكان الاصابة تمام طيب احنا يمكننا احنا تكلمنا بنشوف ناس كتير في حالات في مراكز او في عادات بتكشف على ولادها بيقارنوا ولادهم بولاد ناس تانين تمام او بيقارنوا ولادهم باطفال تانين عندهم نفس المشكلة تمام طيب هو لما حد يجي يقولك يا دكتور مثلا انا ابني ده كان بيمشي لحد مرحلة معينة تمام وفيه طفل تاني زيه برضو في نفس المرحلة احصل له شهر الدماغي طيب احنا بنقدر نحكم عن التيجة التطور او المشاكل اللي ممكن تحصل بعد كده لكل الطفلين بيكونوا زي بعض ولا بيكونوا مختلفين عن بعض تمام ده هكرر نفس الإجابة اللي كان في السؤال قبل تمام اول حاجة كل طفل استجابته في علاج الطبيعي بتكون على حالة الطفل اولا الاطفال عندهم احنا بنقسمه من مستوى الحركة من واحد لخمسة تمام تمام فيه طفل بيكون عنده جسد انه هو عنده كسل في خلايا المخ فبالتالي ده بنسميه تأخر حركي بنشتغل معه برنامج علاج طبيعي مدة 6 شهور او سنة ربنا بيكرمه بحاسن انه يكون طريقة بنسبة 2% فيه طفل تاني بيكون عنده ضمور بنسبة مثلا 20% فبالتالي ده بيشتغل نا انا ممكن نقول ان فيه حالات دي تبقى دليد من الستون مثلا او تأخر نمو حركي اي طفل بيكون حالاتك نعمل اي مرآة يطلع نورمال بس بيكون عنده زي عدم اكتمال القشرة المخية ده اي تأخر حركي احنا فيه عندنا نقطة مهمة جدا اي تأخر حركي بنسميه شلال دماغي ولا شال الدماغي ده مش اي تأخر حركي بص يا فاندل احنا عندنا حضرتك عندنا عمرين فيه حاجة اسمها عمر افتراضي وفيه حاجة اسمها عمر تطوري ايه الفرب الاثنين العمر الافتراضي من انا الطفل ده عنده ست شهور يبقى المفترض ان هو يقعد عن ست شهور ده عمر عنده شهر اثنين تلاتة اربع سنة تمام العمر بقى تطوري انه لازم معدل تطوره يعني يتماشى مع معدل عمره يعني يمسك دماغه عن ثلاث شهور يقعد عن ست شهور يقف عن تسع شهور يمشي عن سنة او سنة وشهور يعني نظام تسقاط او مراحل بس لازم الاثنين يكون فاهم التطابق اي فرق عندنا من الاثنين ده هو ده المشكلة يقف عن ده هو الشهور تمام طيب السؤال بقى اللي بيجي لنا كتير او بيجي مركزنا كتير العلاجة الطبيعي هيفدني او هيفد ابني او هيعالجه يعني يمكن انا دايما بشوف في مركز العلاجة الطبيعي حالات الخاصة بالاطفال حالات خفت وحالات مخفتش اكيد اللي لسه بادئ المشوار بيشوف المشوار بعيد اول بذات السي بيه تمام ازاي بقى حالاتك بتجاوب على الاسئال زي ده للمرضى بتوعك او بتطمنهم ازاي او بتحاسسهم ان المشوار قريب ازاي تمام اول حاجة بداية احنا انتهاجنا مناهج عندنا في العيادة ان احنا بنعمل علاج متكامل يعني علاج متكامل طفل الشهل الدماغي بيتم معالجته ببروتوكول متكامل مش علاج طبيعي بس ولا مخو اعصاب فقط ولا تخاطب ان العلاج الطبيعي او اي تخصص طبي ما بيشتغلش الواحد ان كلنا بنكمل بعض يعني اهم حاجة عندنا احنا بالحمد ولكن عندنا في مجموعة عادتنا ان احنا بنحاول نعمل لجمة مشتركة كل شهرين بيتواجد فيها اخصاء دكتور تشاري عظام جراحت عظام دكتور مخو اعصاب دكتر علاج طبيعي بين دكتور نفسي دكتور اسنان دكتور طب اطفال بنحاول ان احنا نعمل برنامج متكامل خاص بالطفل فحص شامل فحص شامل للطفل مفيش حاجة اسمها ان انا ابني ياخد دواء ويمشي الحاجات دي احنا بنشوفها كتير جدا في حد يمكن ان تتكلم عن حياتك ويقول لك يا دكتور ابني عنده شهر دماغي ياخد دواء ويمشي لا يا جماعة الموضوع عبارة عن برنامج متكامل في كل التخصصات الخدمة كلها تقدم من كل التخصصات في اطفال اعلاج الطبيعي بيحسنك كواس جدا بس ليازم متابعة مع الدكتور مخو اعصاب لازم متابعة مع الدكتور عظم ومتابعة دورية يعني ما يفعش طفل شهر دماغي يروح يكشف عند الدكتور تخصص ماه وياخد علاج ويقول خلاص انا كده يا خفل لا دواء بيتم المتلازمات اللي عنده كلها برضه لازم لكل المتلازمة فيهم دكتور مخصص يشتغل فيه حضرتك احنا بتتعامل مع الطفل بمشكلته يعني يا فهد طفل مثلا عنده تشنجات ده لازم اتعامل مع دكتور مخو اعصاب طفل عنده مشاكل عظمية ده لازم دكتور عظام طفل عنده تأخو حركة ده لازم دكتور علاج طبيعي يعني احنا بنشوف دايما ان حالات الاطفال اللي بيحصل لها شغل دماغي ما بيكونش الطفل عنده مشكلة في الحركة بس دعنا نخش بقى في عاجات تانية عضلات وقصر اوطار ومشاكل كتير جدا جدا فمركز خطوات طبعا ده اللي انا عاوز اوصله في الكلام بتاع ان مركز خطوات ام كان روحت وشفت الشغل فيه عامل ازاي ان انتو بتركزوا قوي على الحاجات اللي هي خاصة بالتخصص او الاسبشالية يعني انت تتكلم ان انت عندك طفل عنده مشكلة في الوطر بتاعرك ليه او تنتو ناكيلس مثلا في مشكلة لا ده فيه دكتور عظم او جراح عظم هيشتغل في حاجة زي كده في طفل عنده مشكلة في العصاب دكتور نيرولجي هيشتغل معاه في طفل عنده مشكلة نفسية فيه دكتور نفسية هيشتغل معاه انا انا بتكلم احنا بنركز في النقط اللي هي خاصة بالمخاوف اللي عنده الاسرة أن الطفل ده أصلا طفل طبيعي قصة أنه عنده مشكلة في الحركة طفل طبيعي ولا مش طفل طبيعي ده برضه أريد أسألك فيه طفل شال الدماغي بيعامل كأنه طفل طبيعي بعد ما يخف ولا مش طبيعي في حالات منهم اللي هم بيكون مستوى حركة واحد واثنين بيرجع طفل طبيعي وعن تجارب شخصية معنا في عادتنا في أطفال اشتغلنا معاها ويقول النهاردة فيه ساتة بتجائي والعداد وشغالين معهم وفي أطفال برضه عشان المصدقية وفي أطفال لو كان مستوى الرابع أو الخامس بالذات بيكون الموضوع معهم مختلف شوية بس برضه يعني بيعرف يماري حظيفته الحياتية بيعرف يخدم نفسه بيعرف يأدي دوره شوية في المجتمع فيه مقول عندنا مهمة جدا إن إحنا لو استفل مش سعدنان هو يبقى طبيعي فإحنا بنمنع عنه مشاكل ممكن تحصلتهم مش منتخليه مثلا مش عارف يمشي مش عارف يتحلع فيه مشاكل خاصة بالتنفس فيه مشاكل خاصة بالضمور العضل اللي موجودة فيه التيبس إحنا على الأقل بنحافظ على الطفل إن هو ما يكونش عنده أي مشاكل يعني هداما لما بنسمع الكلام ده لما بنسمع المقولة بتاعتها اللاجة الطبيعية سوى حياة مصبوط آه يعني حالات الشيال الدماغي أو حالات السبيل أنت بترجع له حيات تانية أسرة كاملة طبعا إحنا في فضل الله علجنا يعني مش عاوز الناس تحس إن احنا بنبالغ إن فضل الله في كل عادتنا علجنا يعني مئات الحالات سواء من داخل مصر أو من برا مصر فضل الله يعني فضل الله أكتر كلمة كانت بتقلنا أنتوا رجعتوا لنا حياتنا طيب المشاكل اللي بتحصل للأطفال يكون سببها الإشارات العصبية طيب إيه الإشارات العصبية اللي بتأثر على الطفل وبتخله يحصل له مشاكل أو يحصل له زي ما نقول خلل في الحركة بتاعته أو أنواحها بص يا فاندل إحنا عندنا دلوقتي أنا النهاردة عاوز أحرك إيدي أي أردر الإيد تمام؟ أول حاجة عندنا المخ بيبعت إشارة للعضلة اللي مسؤولة عن الإنقباض تمام؟ إن هو تنقبض بدرجة معينة وفي نفس الوقت بيبعت إشارة للعضلة المقابلة لها إن يحصل فيها ارتخاء بنفس الدرجة اللي حصل في الإنقباض وفيه إشارة وفيه كمان لازم يكون فيه تناغم بين الإنقباض وبين الإنبساط خدك معاه؟ لو حصل أي خلف أي حاجة من دي هو دعانه مشكلة طيب إحنا بقى نتكلم تأخر حاجة بقى مكافحة العدوى أو مكافحة كورونا في عيادتنا كعيادة العلاج الطبيعي والأطفال اللي بتجيرنا الإجراءات اللي بتتخذوها عشان تحافظوا على سلامة الأطفال أو نظافة الملاكز دي ضد أي فيروسات أيا كانت ودوركو كأخصائينا على الطبيعي في مكافحة العدوى أو مكافحة فيروس كورونا اللي بيهاجم العالم كله دلوقتي أول حاجة بعد موضوع كورونا ده إحنا خدنا الإجراءات الإحتراضية طبعا ونظرة الصحة طبعا إنه قليل الطفل الأمر بيدخل المكان لبس كمامة موضوع التعقيم المكان بعد كل طفل وطفل هبنعقم كل الطولز اللي موجودة عندنا بنعملنا حاجة زيادة إن إحنا زودنا كمان فرع عشان موضوع التباعد بين الأطفال عشان تقريبا بنحاول نخلي كل طفل واحد في المكان موضوع التباعد ده مهم جدا 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 طبعا أنا عاوز طبعا نوجه رسالة شكر لكل الدكاتة علاج الطبيعي اللي في العزل اللي هم فعلا أثبتوا للناس كلها إن إحنا تخصفتهم مهمة جدا بالنسبة للحياة الأرسيو بالنسبة للدكاتة اللي شغلين في الوقائي الدكاتة اللي شغلين مكافحة العدوى الترصد جماعة وبرضه بنشكر للطباق طبعا والصيادلة والأسنان والتمريض إحنا فعلا في جنح يعني موضوع الكورونا ده يعني نستطيع بصعه تعالى ربنا يعدي الأزمة دي على خير وإحنا مصر يعني فيه ده مصر كده والله إحنا أنا بوجه تحياة طبعا لجميع العاملين في المجال الصحي أطباء وأسنان وتمريض وسياد الله بعلاق طبيعي الناس دي كلها بتقدم روحها دلوقتي عشان تحافظ على أبناء الوطن الواحد تضبوط وبرضه بيحضرني أن أنا أوجه الشكر لزملائنا من أطباء العلاج الطبيعي اللي بيمرسوا المهنة مهنة علاجة الطبيعي في المستشفات ولما الواجب نادى عليهم أنهما يشتغلوا في مستشفات العز أو يشتغلوا في الترصد أو يشتغلوا في جراءات الوقائية أو في مكافحة العدوى تمام مستشفات كثير يعني ده مستشفات العز الموجودة في القاهرة في الشرقية أبطال ذا الدكتور أحمد الحسيني وأبطال ذا الدكتور محمد حسين وأبطال كثير موجودين في العلاجة الطبيعية بيحربوا وهم موجودين في مصر عشان خاطر يقدر رسالة مش رسالة علاجة طيب بس لا رسالة المهن الطبية ان احنا كلنا واحد وكلنا نسيج واحد وكلنا همنا انها نحافظ على مصر عزيزي المشاهدين احنا انتهى اول فقرة معنا في البرنامج انتهت فقرتنا الاولى مع الدكتور احمد يسري اتكلمنا عن الشيال الدماغي وانواعه واسبابه ومشاكله اللي بتحصل وزين علاجها والادوار او الدور اللي بيقوم بمركز خطوات لعلاج مرضى الشيال الدماغي استنون الفقرة التانية ان شاء الله بعد الفاصل ومعنا الدكتور محمد جمال الحسين انتظرونا وارجع لكم تاني بعد الفاصل وبرنامجكم المميز برنامج العيادة النهاردة اهتمامنا كله بالاطفال الفقرة الاولى اتكلمنا مع الدكتور احمد يسري عن الاطفال ومشاكلهم مدرول العلاج الطبيعي في علاجهم الفقرة التانية انتكلم مع الدكتور محمد جمال الحسين أخصائي جراحة العظام ماجستير جراحة العظام جمعة الأزهر الدكتور محمد جمال الحسيني النهاردة هيتكلم معنا وعن المشاكل الكتير اللي بتواجه عظام الأطفال اللي هي بتقلق كل أم النهاردة احنا همنا كل الأمهات ومشاكل الأمهات مع أطفالهم نهارتنا دكتور محمد مناور برنامجي أول حلقة النهاردة يعني شرف لينا وشرف برنامجنا احنا عوزين نتكلم عن مشاكل الأطفال أو مشاكل العظام عند الأطفال يا طرع مشاكل عظم عند الأطفال بتنقسم لإيه؟ أو أنت شايفها بالنسبة لك أقسمها إيه؟ هو مشاكل عظم عند الأطفال أول حاجة طبعاً الكسور يعني كسور الأطفال دي حاجة مقلقة جداً عند الأهل بإلقاء جداً تاني حاجة مهمة التشوهات عند الأطفال الكسور دي طبعاً حاجة مهمة عشان خاطر يعني أبدأ بالكسور عشان قلق الأهل على طفلهم بالذات لما يتكسر الأم لما تشوف ابنها مكسور أو تحس أن اللي بنها مكسور تبقى لأنا جدا مش تبقى عارفة تعمل إيه تطلع تجري بيه ما إحنا كل همنا الأم يعني إحنا كل همنا الأمهات اللي بكون عندهم أطفال فإحنا بقول للأم بس ما تقلقش أول ما الطفل اللي تحس أن الطفل انكسر هي طبعا ممكن الطفل انكسر ومتخدش بالها طب أنا هسألك بقى إزاي بقى الأم تاخد بالها أو تعرف أن الطفل ده عنده كسر أو إيه الخطوات اللي تاخدها الأم أو الأسرة عشان يشخصه حالة الطفل أو الاتجاه السليم لتشخص حالة الطفل اللي هو المكسور هو طبعا لو في طفل لسه حديث الولادة أو طفل لسه ما بدأش يمشي الأم بتلاحظ الكسر من الألم تكون بتلبس الطفل مثلا ما لابسه تحس أنه بترفع إيده مثلا لو مكسور في إيده فيه ألم الورد بعيط أو بتلبسه هدومه كلها في رجليه مثلا بنطرون الحفاضة برضو تلاقي فيه ألم أو ممكن تلاحظ زرقان ممكن تلاحظ شوية ورم باخد بالسيادتك أول ما تلاقي كده تتاكل لدكتور العظام فورا إحنا أول ما نشوف الطفل بلافحصه برضو يبقى إحنا نقول الأم لما تلاحظ ألم زرقان ورم بيبقى فيه سخنية طبعا أكيد في المكان لا 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 مش شرط لا مش شرط يكون فيه سخنية يعني مش شرط كل مكان فيه أثناء لا لا مش شرط يبقى الأم تلاحظ ورم ألم زرقان والطفل بيعيط بطرقة غير طبيعية يبقى كده هو احنا بنشك ان الطفل ده بيعيط بطرقة غير طبيعية بالذات لما الطفل مسلا يجي يصحف تمام تلاقي الولد ما بحطش يده على الارض تمام او لو الطفل لو كان بيمش مسلا تلاقي الولد علق رجله يعني معلق رجله تقول لك للطفل معلق رجله يا دكتور مش عارف يدوس على رجله طب احنا قسمنا كده او خدنا جزء اللي هو جزء البيت القسم الثاني بقى لما الطفل الام تتوجه به لطيوب العظم او يجي لك انت العياد حضرتك بتتعامل تشخيص الكسر ده ازاي او ايه الخطوات اللي بتتتخذها انك تشخص كسر بتاع طفل المصاب اول حاجة طبعا منطمن الام اهم حاجة اهم حاجة منطمن الام اللي هو اه طبعا بيبو جيين يجروا كده ومالهو فيه طبعا تاني حاجة بالفحص الكلينيكي يعني نفحص الطفل نشوف مكان الاصابة نشوف مكان التنطرنس او الالم الطفل تلايبه مثلا بتتكى نمسك العظم العظم عظم عظم كده على اجزاء العظم بنلاقي فيه ألم في مكان معين ساعة نلاقي ورم بالمقرنة بالطرف التاني ممكن تلايي اليد دي ورم عن اليد التانية او الرجل دي ورم عن الرجل التانية ممكن تلايي فيه مثلا لو كسر جديد او كسر مزاح يكون مزاح المكان وممكن تلايي فيه بعد كده بنطلب احنا اشعة اشخاصية يعني الاول الدكتور او افحصك كطبيب بتبص عليه بعينك طبعا لازم تفحص الكلينيكي تبص عليه بعينك الاول تشوف الطفل ده ايه الحاجات اللي هي موجودة عنده بالزبط كعلامات تقولك ان الطفل ده عنده كسر بالزبط تمام الحاجة التانية ببدأ ان انا اخذ الطفل افحصه الفحص الخاص بيك او بمركزك او فحص الطب الخاص بيك بالزبط فيه كسور طبعا مهمة ساعت من افحص معاها الاوعية الدموية تمام يعني ممكن يكون فيه كسر مثلا زي كسر حوالي الكوع الكسر ده خطير جدا اول ما تشوف الكسر ده بتشوف الطفل طبعا بتبقى فيه دفورمة واضحة او تشوه واضح الايد بتبقى فيها شكل تشوه الام بتلاحظه او الاهلي بلحظوه اه وممكن يكون فيه شوات زرقان احنا اول حاجة بتشوفها بتشوف برضو النبط اللاوعية الدموية يكون مثلا الكسر مؤثر على الوعاء الدمو اللي بغزة الطرف حصل عطا مثلا حصل جرق اه حصل فيه ممكن يكون ضغط عليه تمام اعمل له كومبريشن فقط يعني ضغط على الشوريان نخلي الشوريان ما وصلش الدم بس فنيجي نحس النبض انه النبض ضعيف او النبض مش محسوس فده بيبقى محتاج تدخل فورا تمام بعد كده بنعمل الاشعات بتاعتنا نشوف انواع الكسر بتاعنا يعني الكسر ده فين محتاج ايه بالزبط محتاج جبس محتاج جباير اه مثلا فيه كسور مانا مش لا جبس ولا جباير زي كسور الكتف طب احنا بقى هناخد نوع ثانية اشهر انواع الكسور اللي بتقبلك وانت شغال في حياتك اشهر انواع الكسور بتقبلك عشان الاشهر انواع ديت هنعرف الزبق بنعليجها تمام هو اشهر الكسور طبعا اكتر او اكتر الكسور شويعا في الاطفال الكسر حول ما افصل الكوع والكسر حول ما افصل للرزق تمام عشان اشهر اوه عشان اشهر اوه اصفال بتلعب ديه الكسر حول ما افصل للرزق فيه كسور بسيطة خالص بيتبقى عبارة عن يعني التوقع كده في العظم هو ربنا يعني مميز الاطفال مميزة حلوة جدا ان الطبقة المغطية للعظم اسمال برقستي مع برق السمحاء اللي مغطي العظم بيبقى سميك عندهم شوية تمام فلما بيجي يتكسر الطفل الطبقة دي بتبقى حامية العظم من اللي يتكسر بيحصل له فبيبقى الكسر في مكانه حتى احنا بسميه كسر قدري او جرين ستيك الكسر ده بنجبسه ثلاثة سبيع او شهر بكتير اوه الطفل برجع تماما يهتم شفاء تماما الكسور التانية الاكسر شيوعا او اهم الكسور شيوعا هي الكسور حول ما افصل الكوع الكسر الاواني هو الكسر اصفل عزمة العدد كسر حولي عزمة العدد ده طبعا يحتاج تدخل فورا ده اللي شوفنا مبارح معكتل جراحة اه ايوه شوفنا مبارح حارت مبارح مع الدكتور محمد جراحة لنفس نوع الكسر ده بالضبط بالضبط دكتور محمد تخلص الموضوع 5 دقيق بالضبط هو ربنا اكرمنا فيه ربنا اكرمنا فيه كان رده سهل طبعا لازم يروح على المستشفى فورا يخش العمليات وبنعمله رد تحت الجهاز الاشعة وبنعمله تثبيت عن طريق اسلاك او تثبيت حاجة مينيما الينفيزف خالص بنبارح تدخل لأي حاجة خالص ونتطمن على عواية الدموية بتاحبه فيه كسر تاني طبعا حوليني الكوع هو كسر النتوء الخارج المفصل لكوع الكسر النتوء الخارج المفصل لكوع ده مشكلته في انه هو بيكون عليه سترس شد الشد ده بسبب الاوطار اللي ماسكة فيه اول ما بيحصل الكسر الاوطار تشد على الكسر وزاحة مكانه يعني الاوطار ممكن تأثر على التأمي الكسر نفسه او في الكسر ده في الكسر النتوء الخارج المفصل لكوع بتشد عليه فلازم الكسر ده نثبته فورا حسنا كنت بتعامل مع الكسر بتعمل حساب الحاجات تحصل بعد كده او في مشوار الالتأم بتاعه بتاخد بالك من الكسر ده خطورته ايه الكسر ده مشكلته في ايه طبعا فيه كسور خطيرة فلازم تدخل لها فورا زي دي كده بالزبط فهو المشكلة عنده فان هو الوطر شايد عليه الحاجة التانية ان هو جنب مراكز النمو جنب منطقة النمو اللي هو العضل بيطول منها بيطول منها بيطول أسفل عظمة رضل طبعا لو ما تستبتش او او اهمل بيحصل تشوه ما حصلش لحمل العضل واللاحظة تشوه ده يبع والطفل بيكبر ممكن تلاقي ايد الولد يوم تقول اليد الولد مع وجه لو ما ما خدتش قبلها من كسر زي ده وتشخصه بالاشعة برضو تشخصه ببصعب شوية لازم يكون متخصص يشوف الاشعة ويركز فيها كويس وشوف الكسر عامل ازاي ويعمله كذا وضع عشان يتطمن على الكوع بالزبط ممكن احنا لمينا لاشهر الكسور ولمينا ازاي نعالج الكسور كمان اه فيه كسور مضاعف اه طيب بقى فيه نوع اكيد مهم جدا من الكسور دي ازي احنا بتقول الكسور مضاعف اه هي كسور اللي حالك عليها ديت وفيه كسور تانية برضو مهمة في الاطفال اللي هي الكسور حول مركز النمو حول مركز دي مهمة جدا تمام كل عظمة في جسمنا في جسم الطفل دي اللي بتخلي الطفل يحصل فرق بالرجل ورجل مسلا فرق بين ايد و ايد اه بالضبط اه دي كل عظمة فيها مركز نمو في بداية العظمة وفي ناية العظمة تمام الكسور اللي حول مركز النمو ديت تبقى كسور خطيرة يعني لازم نهتم بها كويس وانتبعها كويس ولو فيها ازاحة برضو لازم نردها كويس وانتبعها كويس فيه كسور بترجع بالرد العادي خالص من غير تدخل وفيه كسور لازم تدخل ونردها تحت بنك وممكن تحتاج تثبيت طب اللي بيحكم على ده دكتور محمد يعني ازاي حدد الطفل ده محتاج تثبيت طب رد عادي طب بنك اكيد يعني بيكون فيه تشخيص معين او سبب معين بيخليك تقرر القرار زي ده هو كل كسر مختلف عن تاني بس الاطفال معظمهم ما بحتاجش تدخل جراحي الا في الكسور اللي خطير اللي قلت حدك عليها تمام الا ازا كان ازا مضحك مفصل كوع او المطول الخارجي ده او كسور مزاحة يحتاجك ترجع مش هتبفعة ترجع بجبس او مثلا لو جبستها مش هتلم كويس او هتسبب لنا تشوف فيها ما بعد طيب عاوزين بقى نروح للنقطة مهمة جدا حاوزك جالك الطفل مكسور جبسته عالكته ايه المشاكل بقى اللي ممكن تحصل تاني بعد ما الطفل يفك الجبس او بعد الكسر لا هو ان شاء الله مفيش مشاكل هو ده سؤال كويس من حداك يا دكتور مصطفى هو التمع الممات بيقلوه والاهل بيقلوه بعد الكسر خاصة اللي لو بصهم مثلا فيه ناس كده تبص في الإشاعة بتقول لك يا دكتور الكسر مش مكانه ناس أهالي يعني ولا ناس دكتر لا 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 مش الدكتر طبع الكسر مش مكانه يا دكتور العظم عوجه دكتور طبعا ده ده ما يقلقش خالص ما فيش منه اي قلق نهائيا لان العظم عند الاطفال بينمو وبيطول دي حاجة الحاجة التانية عنده حاجة اسمها الريمودلينج او وعادة البناء دي عالية جدا عند الاطفال بعكس الكبار ودي حاجة ميزة ربنا ميز بها الاطفال فعشان كده بنصح الام انها ما تقلقش بنصح انها ما تخافش لو لقيت ان الكسر في الإشاعة عشانك مش مزبوط لان ساعة الناس توصف ليشها زامرت حاجة ما تقلقش خالص ترمى الدكتور طمينها وراح لدكتور مدخصص وطمينها وقال لها ما تقلقش من الموضوع ده لان هو لو محتاج تدخل هيقول لها محتاج تدخل يا حاجة نقول لهم بقى احنا امتى بنحتاج لتدخل الجراح امتى بقى الطفل بيحتاج لتدخل الجراح بيحتاج لتدخل الجراحي لو الكسر زامرت حاجة حاول المركز انه ما هو مزيح من مكانه او كسر مؤثر على وعاء دموي او كسر عليه شد زامرت حضرتك اللي هي كسر عن الكوع ده حتاج تدخل لكن معظم كسر الأطفال معظم كسر الأطفال اللي هي حتاج تدخل الجراح تمام لكن فيه كسر طارق طبعا يعني فيه كسر فيه كمان كسر كسر طارق مهم جدا اللي هو في الطرف السفلي كسر عنوك وعظمة الفاغز ده طارق اللي يازم طبعا يثبت لو طفل كبير شوية أو كده لازم نثبته لان اللي تنفيه بقى ضعيف فلازم يثبت فورا يعني طب احنا بقى هنروح للجزء الثاني من الأسئلة بتاعت التشوهات العظمية اللي عند الأطفال ممكن حضرتك تعرف لنا التشوهات العظمية عند الأطفال او هنقول ايه مش تعرفها او ايه هي الحاجة المجملة اللي ممكن نتكلم فيها عندنا هو التشوهات العظم دي حاجات كتيرة طبعا انواح كتير طبعا التشوهات العظم دي الام بتشوف ان الطفل عندها او ابنها عنده مشكلة في العظم شكل عظم مش كويس ممكن تلاقي تقوص تقولك التفل بقى ابني عنده تقوص تكون تقوص للداخل او تقوص للخارج تبدأ تلاحظه وتشوفه وتقلق فيه برضه تشوهات بتظهر عند الولادة فورا ساعة ما الطفل يتولد ربا فيه تشوه زي القدم المخلابية مثلا تلاقي الطفل الرجل الرجل الطفل مع وجه خالص الام طبعا بتقلق ده طبعا لازم تروح للدكتور فور فيه تشوهات تانية بتظهر مع الماشي وفيه تشوهات ما بتظهرش إلا إذا كانت الام زكية جدا وخادت بالها من طفلها زي الخلع التطور للمفصل الحوض ده طبعا عايز الام زكية جدا طبق التشوهات ده دكتور محمد حاجة مهمة قوي بتكون موجودة في فترة الحمل بس ولا ممكن تحصل نتيجة حوادث أو حاجات مكتسبة بعد كده صحيح كويس هو مش فترة الحمل يعني مش بيكون موجود فترة الحمل إحنا بنتابع الأم أثناء الحمل ممكن نلاقي تشوهات موجودة ونكتشفها بالصنور طبعا نفاشنا ما نلاقي حاجة خالص لما الطفل يتولد يعني أفهم من كده إن دكتور العظم أو دكتور العظام بيكون مفروض دكتور النساء لما لاقي في تشوه موجود في الطفل أثناء الحمل يبلغ بيه دكتور العظام بلغ الأم طبع عارفة طبعا وأول ما الطفل يتولد تتواجه لدكتور العظام تمام يعني يبقى فيه ربط أو لنك بين التخصصين إن فيه طفل عنده مشاكل يبقى إحنا هنحتاج بكتور آه طبعا نلاقي تشوه بيعرف الأم إن فيه تشوه فطب هي عندها فكرة عن الموضوع وأول ما طفل يتولد بتجيبه لنا طبعا نتطمن عليه نشوف نوع التشوه إيه بالظبط فيه طبعا طفل يتولد بتشوه زي ملت حالك القدم المخلابية ده لازم من أول يوم يتولد لازم نبدأ نصلحه على طول إحنا عوزين بقى نعرف الناس بالقدم المخلابية بإننا نتكلم عليها حاجة منتشرة ومشهورة عند الأطفال عوزين نعرف الناس أو نبيهم صورة عن القدم المخلابية هي الموضوع القدم المخلابية ده موضوع كبير طبعا متشعب وموضوع صعب جدا في الأطفال بس طبعا ما إحنا بدأنا في علاجه من بدري بدأنا في الأول خلص من أول يوم يوبى علاجه سهل جدا هي طبعا الأم بتلاقي الطفل مورود رجله مع وجه خالص طبعا بتروح للدكتور طبعا ما راح للدكور المتخصص في أول يوم بنبدأ على طول بعمل تصليح للتشوه ده طبعا سهل جبب بتدريج عن طريق الجبس طريقة الجبس بنعدل خطوة خطوة كده في التشوه بنمسك التشوه خطوة خطوة ونعمله جبس حتى اسمه بنستي طبعا ناسأل سؤال بعد قبل ما نخش في العلاج الخضن المخلابية أو تشوهات العب هل بيكون التشوه في العبن بس ولا بيأثر على العربطة وعلى العضلات هي بتبقى مشكلة في الأوطار والعضلات هي اللي بتبقى واخدى شكل المشتبهي شد العظم في وضع طبيعي فإحنا بدينا نصلح فيها عشان كده بتصلح في أول فترة خالص ممكن يعني ممكن الطفل تصلح في ثمان أسابية بعد كده بنمشيها على حاجات كده معينة بنلبسه بيزم بنلبسه جهاز ونعرف الأم يعني نقدر نقول إن انتشوهات العظام أي إن كانت مشاكلها أو أسبابها بنعرف إحنا نعليجها ونوصل معها الحل طيب إحنا نتكلم عن فيه أكيد فيه أنواع العلاج عندنا علاج تحفظي وعلاج جروحي في تشوهي آه ما هو فيه العلاج تحفظي دا حدك يعني بيكون في القدمة الخلابية بيكون في الأول خالص دا بيقينة من تدخل جروحي فينا بعد لو أحملناها طبعا نفيش حد بهمله لأنه ببقى تشوه واضح جدا والأم بتاخده لها منها جدا والأهل بيقلوه عليه فده إن شاء الله بيصالح طراما راح للدكتور متخصص وبدأ في إصلاحه بطريقة كويسة والنتيجة بتزرعها طول في 8 أسابيع بعد كده بنتدخل تدخل بصيب خالص بنطول الوطر وبنجبس تانيه وبعد كده نمشي للطفل بجازمة بنلبسه جهاز كده بيلبسه فترة معينة اللي حد عشان ما يحصلش ارتجاع لكن في تشوهات تانية لازم لها تدخل طبعا بس بعد مثلا لو سن الطفل كبر شوية والأم ما خدتش بالها منه زي التطور لو خلع ما افصل حوض للتطور ده بيحتاج تدخل لو الأم اكتشفته بدري ممكن ما يحتاجش تدخل فيه خالص طبعا محتاج زي ما قلت حاجة محتاج أم زكية تلاحظ إن الطفل عنده خلع في الحوض ممكن الأم يتخدش بالها ساعات بياخدوا بالهم لما الطفل يبدأ يمشي يقول لك الطفل بان شي زي البطة لكن اللهم الزكية بقى يتلاحظ إيه إن الطفل يستنيت بتاعت الرجل مش زي بعضها هي بتلبسه الحفاظ تيجي تفتح الرجل تلاقي رجل تفتح رجل ما تفتحش بمتابعة الأمهات لنا طبعا لبرامج زي برامجنا هيستفيده من حاجة زي كده الطفل يكون في ملاحظة من البيت لأن في بعض الحالات مش بيتم اكتشافها عن طريق الأطباء لأن محدش بيروح يكشف طلعا ما فيش ألم ما فيش بكاء ما فيش أي مشاكل ما بيحصلت شوات زي كده ما عايزين نواسط بس رسالة لأمهات إن هو بالذات تدخل الحضة إن هي لو بس بست على رجل ابنها وهي بتلبسه الحفاظة مثلا أو حاولت تحرك في رجله لقيت رجل أعصى من رجل لقيت رجل تقول لك الأم طبعا الرجل دي مليان على رجل دي شوية رجل دي خاصة على رجل دي شوية دي أم بتوبا زكية طبعا لازم تتطوي توجه للدكتور بنعمل إشعاتنا وبنفحص ونشوف الطفل محتاج إيه بالزبط وعلى حسب سنه وعلى حسب مرحلة وفيها بنتدخل قبل ستة وشهور طبعا بنعملش أي حاجة للطفل في الزات في خلال الحضة بنلبس حزام ممكن نعمل جبس مع رض طالما في الأول بيدنا نتائج كويسة جدا ومحتاجش تدخل جراحي كبير لو الأم اتأخرت أو الأهل اتأخره بحتاج تدخل كبير هو الموضوع كبير الموضوع كبير الموضوع كبير جدا للأمراض المنتشرة في الأطفال أو تشاهد منشاف الأطفال لكن هستفدنا كتير جدا منك النهاردة باكر محمد وكانت حلقة مميزة ويمكن احنا التركيز النهاردة أو تركيز بالنمجنا دايما على الناس اللي في البيوت وعلى المهمات اللي في البيوت وعلى الأطفال اللي موجودة في البيوت وبحصلها تشويهات عظمية ومبيتمش علاجها بطريقة سليمة نتيجة قلة المعرفة أو قلة الوعي بخطورة المرض اللي عند الطفل أعزائي المشاهدين احنا برنامجنا إن شاء الله يكون موجود كل اتنين معاكم الساعة 11 بالليل قبل ما أختم أو أنهي الحلقة أحب أوجه الشكر لكل أبناء الشعب المصري اللي يوقفوا جانب بلدهم في أزمة كبيرة زي اللي احنا نمر بيها حاليا بحب أوجه الشكر لكل جنود الجيش الأبيض أطباء ووسادلة وأطباء أسنان وأطباء علاق طبيعي وتمريض الناس اللي بتضحف حياتها في الوقت الحالي عشان تحافظ على نسيج الوطن الواحد أحب أوجه الشكر لكل معلم وأحب أوجه الشكر لكل مدرس علمنا في يوم كلمة استفدنا منها ودلوقتي بنقدر رسالة اللي احنا حملناها على أكتفنا بنوجه الشكر لأبهاتنا وأمهاتنا اللي هم سهروا وتابوا عشان يشوفونا ده الصورة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي بنوجه الشكر لكل أبناء الشعب المصري على صنودهم وقفهم جن بلدهم استنونا إن شاء الله كل 2-11 مساء في برنامجنا وبرنامجكم العيادة دمتم بخير